الحوار مع الذات هو جزء أهم من عملية بناء مهارات القيادة الذاتية من أجل البحث عن مكان من الطاقة والقدرات في داخلنا وكما وعدناكم بمواصلة هذه السلسلة يسعدنا أن نرحب بصديق البرنامج خبير التنمية البشرية الدكتور طالب في كيدك للحديث اليوم عن أهمية الحوار الداخلي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا صباح صباح الفل دكتور بداية نعمل رفيو سريع عن مهارات القيادة الذاتية والبحث في مكان من الطاقة مثل ما حكينا المرة الماضية الآن من المرة الماضية قلنا أنه مهارات القيادة الذاتية هي أنه أكتشف القدرات الدفينة الموجودة عندي والربنا عز وجل أعطاني إياها وأحاول أسخرها أو أحطها في سياق يوصلني لأهداف طبعا هذا بيستلزم أو بيطلب مني أنه أنا يكون عندي أهداف أصلا وأتعلم كيف أحط هذه الأهداف جميل وبهذه الجزئية بصير في عندي ما يسمى حوار الذات أنه أنا بصير في حكي بيني وبين نفسي طب هل أنا بأدر هل أصلا هاي الشغلة موجودة عندي ومش موجودة عندي وهذا الجزء اللي رح نحكي في اليوم في ضمن السياق نفسه أنه كيف أقدر فعلا أسجل على ورق وهذا مطلوب مننا اليوم رح يكون في وظيفة صغيرة اليوم كمان كجزء من السلسلة أنه نبدأ نبني مهارات نعم جميل طيب دكتور أحيانا ممكن يكون الحوار مع ذات سلبي بحيث أنه الإنسان ممكن يحبط نفسه يحكي أنا ما بقدار يعني على هذا الإنجاز أنا يمكن باستمع للمطبطات اللي حوالي بأنه أنت فاشل وقدراتك يعني ما بتأهلك أنك تكون في مكان ناجح أديش مهم أنه الإنسان يعني ما يستمع لهذا الشخص السلبي اللي جواته هم اثنين مش واحد كمان هم اثنين هلأ إحنا بدوراتنا أنا بسميهم توم وجاري هلأ بتم وجاري في بعض الحلقات بيكون فيه بيطلع هذا الملاك والشيطان البعد على الأكتاف سيحكوا مع الشخص نفسه هلأ إحنا عنا اثنين زيهم بس الفرق بيننا وبهنتهم وجاري أن هناك في واحد شرير وواحد منيح إحنا عنا واحد سيء والتاني أسوأ فكيف بيصير أنه أنا بدا أفكر أنه أنا بدي أعمل شغلات معينة فبيجي شخص من اللي بحكي وعادة هذا شخص بيكون على جهة اليسار قاعد على الكتف الأيسر بيقول لأ انسى مش رح تقدر انت مش رح تقدر وعشان أثبتلك أنك مش رح تقدر تعال أرجعك سنتين ثلاثة إلى وراء أذكرك في آخر أربع خمس مرات أنت فشلت فيهم وبيبدا يذكرني ولما بتذكر بتيجي سمت البدن مع الموضوع وشعور سلبي طبعا بيجي الثاني اللي جاي على جهة اليامين بديك أحلها بعميها فشو بروح بيسوي بيجي قولي بتيعرف معا حق الشخص التاني بتيعرف تعال أخليك تتخيل في المستقبل كيف لما تعمل هذا الإشي برده لن يثبت معك مثل ما الماضي كان بالنسبة لك سلبي كمان المستقبل سيكون نوعا ما سلبي وبيبدا الثانين هذو اللي يعمل فيي فبدا يصيبني توتر وقلق وبيبدا استسلام يعني بيني وبين حالي بسير والأنا ما بقدر أعمال أنا ما عندي قدر أسوي ما هي شغل قدرات فردية ورحم الله هم رأي عرف قدر نفسه أنا خليني بعرف حالي بقدرش أنا متأكد أني بقدرش وأحلى شيء في هذول الأشخاص أنه بيكون بكل ثقة وبكل حماس بيحكي عن حاله إنه بقدرش فلو أخذ بس هاي القوة والدافعية اللي عنده بكيف بيحكي عن نفسه بطريقة سلبية هاي لحالها ممكن أنا أحولها لطاقة إيجابية إنه لا بقدر وهون ببدا يصير دور الحوار مع ذات إذا بدي أحول لإشي إيجابي إنه أبدأ أغوص في الذاكرة وفي مخازن الذاكرة وأطلع منها الشغلات الإيجابية اللي ممكن إنها مشيت معي وزبطت معي بحياتي لحتى أورجي إنه لا أنا في عندي إشي وإذا كرتها أكثر من مرة ببدو يقتنعه وثمنا نعمل تدريب عملي تدريب نسميه ثلاث خمسات هذا بداية ثلاث خمسات ثم يزيدوا أول خمسة إنه هون على ورق أو ألم فبدنا نسجل خمس مزايا إيجابية موجودة بشخصيتي أو بذاتي مثل الصدق الحنان الشجاعة القوة الإصرار هاي أمثلة على مزايا ممكن تكون موجودة عند الإنسان كل شخص يحط على نفسه ثلاث مزايا إيجابية والخمسة الثانية هي ثلاث مهارات هو يعرف أن يعملهم أي شيء يعرف أن يعملهم إن شاء الله كان صحن سلطة أحياناً ممكن نسمع الناس في كاسة شاي أو صحن سلطة من تحت إيد فلان أو فلانة بيكون يا الله محلال هاي مهارة لأنه ليس كل الناس بقدروا يعملوا هذا الأشي وبالتالي ليس شيء طبيعي أو بسيط أنه أنا بقدر أعمله لا هاي نقطة التمييز اللي بدي أسجلها جميل طب خلينا ندعو المشاهدين يعني هلأ هذا تمرين ملكي الخمسة ثلاث خمسات أنه يبدل شو اللي عم بسمعونا يسجلوا ثلاث مزايا فيهم أيضاً خمس مزايا خمس مهارات والخمسة الثالثة هم خمس إنجازات أي إنجاز أنا عملته بحياتي خلصت أول ابتدائي هذا إنجاز خلصت مدرسة هذا إنجاز في غير ما خلصوا مدرسة خلصت جامعة كلها إنجازات بسجلها على أوراق كل ما أكثر كل ما أحسن فإذا بأخذ التلاثة هذول بظل عندي التلاثة الأوائل شوية مش سهلين إذا بحط ميزة لازم أحط عليها دليل عشان أسكتهم مجر هذول بيشتهدوش من غير أدلة إذا ما أعطيتهم دليل بقول لي انسع ما في من الحكي لازم أعطيهم دليل عشان يهدوا ويتركوني بحالي شوية فدعوا لهم أنا عندي صدق وأجيب مش آخر ثلاث مرات كذبت فيهم لا أجيب آخر ثلاث مرات كنت صادق فيهم كنت صادق فيهم وبهيك بدأ أقنعهم شوي شوي أنه أنا في عندي كمان أمور إيجابية هذا الجزء الأول يعني كمان مهم موضوع الكتابة في علم التنمية البشرية أو البرمجة اللغوية العصبية كم مرتبط أنك تكتب الأشياء الإيجابية في حياتك أو في شخصيتك بأنك تنفذها يعني هذه كمان تقنية لأن الأفكار وصيد والكتابة قيد فإذا أنا بدي أصيد الأفكار اللي بتكون في الهواء وأقيدها وأخدها وتسير لإلي ما تطير وأنساها بعد ساعة أو بعد ثواني كثير مهم أنه أنا أسجيلها لحتى أسترجعها بعد دقائق أو بعد ساعات أو أيام نعم طيب دكتور كمان الأشياء السلبية اللي في حياتنا يعني برضو تجربنا الفاشلة ما إحما منقول أنه هذه مش تجربة فاشلة وإنما هي خطوة للنجاح يعني هذا إشيء نتعلم منه فإحنا كمان ما منقدر نعملها دليت من حياتنا ما مطلوب نعمل الهدفة؟ ها هي النقطة اللي بدنا يعني كيف نحولها بأنه يعني بدل ما إحنا عم نتذكر أنه هي تجربة فاشلة أنه نتذكر كيف تتحوى لإشيء إيجابي في حياتنا نحن ما نسميها تجربة فاشلة نسميها تجربة ما وصلت بمعنى أنا كنت عم بخت خطوة معينة لحتى أوصل لهدف والخطوة اللي أنا خطيتها ما وصلت لهذا الهدف وبالتالي بدي أتعلم طب ليه ما وصلتني؟ شو ممكن أعمل بطريقة شو مختلفة المرة الجاهة وأكمل فإحنا مثل ما مرة الماضية حطينا الخريطة بلنا بالخريطة في أنا عندي وين أنا موجود؟ ويندي الكنز اللي أنا بدي أوصله مع القرصان الصغير اللي حطيناه ممكن رحي طلع على الشاشة كمان شو هلا إذا أنا عرفت أنا وين موجود وخطوة إني أعرف أنا وين موجود أحط الخمسات الثلاثة هدو أو الثلاثة خمسات المزايا والمهارات والإنجازات وأبدأ من هون أعرف أنا شو في عندي وشوي شوي أبدأ أروح أشوف أنا إيش بدي وين أنا بدي أوصل وهنا نعطي كمان تدريب وفكرة التدريبات خطر ببالي إشي هلا أنه أعمل ورح يطلع كمان شوي صفحة الفيسبوك تابعتنا أو الإيميلات أنا من خلالكم بدي أحط تدريب العملي إنه بيقدروا المستمعين أو المشاهدين إنه يجابوا ويبعتوا هاي الأشياء اللي بيعملوها عن طريق الإيميل ورح يكون لدينا فريق يرد عليهم وينقح لهم إياها ويخليها أقوى وممكن نعمل إنه إذا فيه حدا بمشي معنا بكل السلسلة من المشاهدين وبالتزم بكل التدريبات نعم لها كأنها دورة على الهواء في نهاية التدريب هنعطي جائزة للي بتواصل معنا حسنا نريد أن نشوف أيضا يعني اللينك للفيسبوك على الصفحة الآن يعني طاقم أكيد هاي هم محطتنا إياها فيسبوك.com سلاش اشراقة دوت سنتر نعم جميل مع المشاهدين بساعد ناس أتشجع يعني إنها تدخل في هاي التمارين ونساعد نفسها أكيد مرة تانية إحنا الأشياء اللي نعطيها مش مجرد معلومات إني أحفظها وأنا أبسط فيها وهقول والله استمتعت وانبسطت إني شفت إذا ما تحولت المعلومة إلى مهارة فما بقدر أشوف الهواء يعني واقع بنتائج حياتي لازم أشوف في واقع حياتي نتائج تتغير ما رح تتغير إلا إذا أنا عملت إشي والعمل ما بيكون بالعلم فقط العلم ليس قوة زي ما كانوا يضحكوا علينا في مدار الزمان العلم بحد ذاته ليس قوة ولكن وضع العلم في الفعل هو الذي ينتج قوة مضبوط لذلك نحك على فكرة للأسف نشوف ناس كثير يعني على مستوى عالي من المعرفة يمكنوا شهادات الأكاديمية لكن للأسف بدخلوا في مراحل من الاكتئاب على سبيل المثال أو يعني عدم القدرة مع التواصل على الآخرين صحيح ونستغرب منقول هؤلاء الناس اللي هم يعني حاملين شهادات عالية لكن للأسف مش عم بتطبق يعني هذا لأنها مهارة مختلفة عن المهارة الأكاديمية هم ما تعلموها فإذا من نروح للجزء الأول قلنا أعرف أنا وين موجود الجزء الثاني وين بدي أروح فوما بدي أروح حابلها شوية سراحان وإحنا كنا عندنا قوة سراحان قوة خيال كتير حلوة فأنا بدي هلا نتخيل وكل شخص من المشاهدين معنا يتخير حاله بكبسولة زمن ما كان للسفر عبر الزمن وبدنا نسافر خمس سنوات للأمام وبدي كل شخص من اللي عم بيشوفونا انه يسجل بعد خمس سنوات هو وين موجود هلا عشان الرؤية تكون صح في إلها ثلاث شروط لازم تكون إيجابية يعني ما بدأ تخيل حالي انه بعد خمس سنوات أنا في مكان سلبي أو في وضع سلبي بدي يكون إيجابي وإيجابي عالي شوي كمان واثنين بدي يكون قوي ومؤثر وثلاثة بدي يكون بلسان الحاضر ومرة ثانية إذا حدا بيقدر يكتب هذه الرؤية ويبعت يقول ببداها يقول أنا الآن موجود مثلا في سنة 2019 على مكتبي بالشركة الجديدة بسيارتي مع بيتي مع زوجي مع زوجتي حتى لو اليوم أصلا مش خاطب بعد خمس سنوات ممكن أحلم أنه أنا موجود هناك ويسجلوا هذه الرؤية بصفحة واحدة ويبعت لنا إحنا من ناقحها ومن رجع لهم إياها أقوى بحيث إنه هذه الرؤية إذا انكتبت صح تسوى وزنها ذهب لأنها تكون حددت مسار لهذا الشخص بدي يمشي فيه فكأنني حددت شارع حياتي اللي أنا بدي أمشي فيه وهلا بطلع بأمشي فيه فبتكون نسبة وصولي لأهداف كثير أعلى من مجرد أنه أنا بس أحلم أنه بدي إشي معين بالفعل يعني كمان دكتور يمكن هذا برجعني بالذاكرة لكتاب دكتور إبراهيم الفقي يعني لما تحدث عن تحكم بالذات يعني هذا جزء من التحكم بالذات يعني كمان فيه ناس كثير يعني حكوا مثلا أرنز هولمز حكى أفكاري تتحكم في خبراتي وفي استطاعة توجيه أفكاري يعني الحديث عن أنه وليامز مريم وليامز حكت أنه في استطاعتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا إذن يعني التحكم في الذات والقدر على التغيير الإنسان قادر عليها يعني بالتحكم بأفكاري لذي كرنال مرة الماضية نرجع نعيده أنا ممكن ما عندي قدر على التحكم في إيش بصير معي لكن أكيد عندي قدر على التحكم بإيش أعمل في هذا الإشي اللي صار معي وكيف أتحكم بإيش أعمل هي بإني أتحكم بأفكاري لأنه كل شي بيبدأ بالأفكار وإذا قدرت أتحكم بطريقة التفكير أو طريقة التركيز اللي هي الحوار مع الذات وسألت الأسئلة الذكية الأسئلة الصحيحة بطلع بنتائج صحيحة إذا سألت الأسئلة الخطأ بطلع بنتائج خطأ أعطيك مثال بسيط كثير إذا أنا كنت في وضع سلبي جداً بحياتي ممنوع أسأل حالي هل في يوم من الأيام رح أنجح؟ سؤال هل في أدنى المنحنة تبع الحياة أنه في وضع فشل معين سيكون أكيداً لا، لن ننجح سيصيبني سمت بدن وإحساس سلبي بزيادة السؤال الذكي لا يكون هل؟ السؤال يكون كيف أريد أن أحسن من حياتي وأطلع لمكان آخر نعم دكتور عم نشوف الخريطة، هذه الخريطة الكنز اللي حكت لنا إياها شوفناها المرة الماضية يمكن عم نشوف هدف وتحديات أشخاص وظروف الفوق التحديات في عندي الشجرة الصغيرة هذه مكان وجودي حالي هذا بيتي، هذه قدراتي والمزايا والإنجالات اللي عندي وماذا أريد اللي هي عندي الهدف فيه صندوق الكنز هذا الصندوق هو الهدف اللي أنا بدي أوصله وبدي أمشي بالطريق فبداية بدي أعرف شو في عندي قدرات وإمكانات رح تسعدني بالطريق عشان هيك ببدأ أعرف شو في عندي إمكانات وببدأ أمشي بالطريق في اللقاءات القادمة رح نحكي عن التحديات مع الأشخاص والظروف رح نحكي عن المهارات السلوكية ورح نحكي عن كل جزئية من اللي موجودة على الخارطة كل واحدة يتمثل بحياتنا وكيف نتعامل معها نعم، هاي خارطة تانية كمان؟ هاي اللي هي البداية أنه أين أنا؟ هاي هون أبرزنا الشجرة أين أنا؟ ماذا أريد عندي الكنز؟ أين أنا بدي أنا أعرف كيف أتطلع شايفين هذا زي مستكشفاً بتطلع بخارطة؟ هاي الخارطة الذاتية اللي إلي أعرف أنا وين موجود في حياتي؟ وبعدين أعرف أنا ماذا أريد وأعرف أين أنا بدي أروح نعم، جميل دكتور عشانك حكيت أن الشك في أن القدرة على النجاح هو أكثر عدو للإنسان يعني وكمان مفكرين كثيرا في التنمية البشرية حكوا أن أكثر الأشياء عدو للإنسان هو سوء ظنه بنفسه يعني أمي مهم أن الإنسان يكون عنده هاي الثقة حتى على المستوى الديني يعني دائماً على المستوى الدين الإسلامي مثلاً الحج، أنه اللي بحج يعود كما ولدته أمه أول يمكن ذنب إقترفه الإنسان أنه يفكر هل بالفعل أنا تم مسح كول ذنوبي؟ فقمي مهم هذا الموضوع الإيمان، الاقتناع، الاعتقاد الراسخ بأنه يعني هناك دائماً شيء أجمل، هناك دائماً شيء أفضل، هناك دائماً شيء إيجابي ونحاول أنه نمسح أو نتغاضع عن هذا الشيء السلبي في حياتنا أنا ما بدي أمسح، بدي أحطي شيء بديل البديل بيجي بأنه لما بفكر بالإشي الإجابي لازم أحط معه دليل إذا منفهم كيف صارت السيرورة أو كيف صار الإشي في دماغنا لما أنا جيت حكيت عن حالي إشي سلبي كان عندي دليل والدليل كان في مخازن الذاكرة بسرعة راح المخ اللي هم تهم وجري راحوا جابولي ثلاث أربع تجارب هي حقائق من الذاكرة تثبت صحة الإدعاء بأنه أنا فعشل أو ضعيف أو أياً كان فإذا أريد أن أغير برمجة تبعة الإعتقاد يجب أن أجيب أدلة على الإشي الإجابي لذلك عندما نضع المزايا الإجابية يجب أن يكون هناك دليل أو أكثر من دليل حتى يمكن أن أفعل ثلاث أدلة حتى يثبت في الدماغ أو العقل أنه فعلاً هذه الميزة الإجابية ليست إدعاء هي حقيقة وهي عليها دليل وثنين وثلاثة لذلك يجب أن أغير برمجة ويجب أن أغير برمجة ويجب أن أغير برمجة ويجب أن أغير برمجة لأنه لدي شيء جميل ويجب أن أغير برمجة وهنا أريد أن نذهب إلى الخطوات أولاً نفعل ثلاث أدلة لأنهم سلبيين سوف نستكمل هذه السلسلة معك دكتور طالبة كيدك شكراً لنوجودك معنا في هذا الصباح ويعطيك ألف عافية الله يعافيك مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونستقبل محطاتنا في الله صباحكم الخير